رب العالمين خيرنا في الإيمان خيرنا في الاستجابة له ولا تنسى أننا في رمضان ولا تنسى آيات رمضان في سورة البقرة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أعظم فترة في العام من عمر الإنسان المسلم نتحدث عن المسلم ونعمة الإسلام التي سنعود الحديث عنها أعظم زمان يهيئك أيها المسلم لقوة المعرفة بربك هي شهر رمضان بين الصيام والقيام دائما نقول بين الصيام والقيام عبادة الصيام وعبادة القيام بالقرآن الكريم